خلأ أقول لك قضية سويت لك معادلة رواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في زيارة الإمام الحسين الرواية تقول أن الإمام الصادق يقول من اغتسل بماء الفرات وتوجه إلى كربلة بكل خطوة يخطوها إلى كربلة اسمعوني جيدا بكل خطوة هناك رواية متعددة رواية تقول بكل لا يرفع قدما ولا يضع أخرى وفي كل خطوة الله تبارك وتعالى يعطيه أجر مئة حجة مئة حجة خطوة يعني اشيل قدم وتخلي قدم مئة حجة بعد ومئة عمره ومئة غزوة مع نبي من أنبياء الله في مقاتلة عداء الله لاحظ مئة حجة زين الآن إذا واحد بالنجف الأشرف خلنشوف هذه رواية إمام الصادق صلوات الله عليه هذه غير إذا بالنجف الأشرف اغتسل بماء الفرات توجه من النجف إلى كربلة تعالوا نحسب الأعمدة من النجف إلى كربلة قرابة 1500 عمود موجود بين كربلة والنجف من عمود إلى عمود كم متر؟ 50 متر كل متر في كم قدم؟ كل متر واحد في قدم مين؟ زين الآن 1500 1500 عمود نضرب في 50 متر يصرش كثر؟ 75 ألف متر زين في خطوتين يصير 150 ألف خطوة 150 ألف خطوة في 100 حجة يعني يصير من كربلة من النجف إلى كربلة إذا جئت ماشيا واغتسلت بماء الفرات الله تبارك وتعالى يعطيك 15 مليون حجة 15 مليون عمرة 15 مليون غزوة مع نبي من أنبياء الله 15 مليون لمن يمشي إلى كربلة زين هذا تعال إلى معادلة أخرى زين هذه 100 كل خطوة 100 حجة و100 عمرة عندنا رواية تقول أنه بكل خطوة ألف حسنة بكل خطوة ألف حسنة زين الآن من النجف إلى كربلة مع هذه المعادلة اللي قلناها شي يصير الذي يأتي من النجف إلى كربلة مع هذه المعادلة يحصل على 150 مليون حسنة لذا يا أبي عبد الله الحسين أكو أكبر من هالفضل أكو أكبر من هالمنزلة هنيئا لكم أنتم الذين تأتون مشين على الأقدام هنيئا لرجالكم هنيئا لأطفالكم هنيئا لنسائكم هنيئا لشيؤخكم هنيئا لكم